من ها السوريين اليوم عندي ضيفين لهم بصمة قوية في النمسا واختصيت أظن أنف حنجرة في مدينة دومة وبعدين اشتغلت بالعيادة التي هي عيادة والدي لأن والدي خصائي أظن أنف حنجرة أنا درست هندس معدات طبية في دماشق في جامعة دماشق وبعدين اشتغلت في عدة شركات بهندس معدات طبية في سوريا بعدين فتحت لحالي شركتي لكن الوضع في ليبيا متفضل أخي سيئ جدا والحرب كانت ما منتهية وأخير كلا ، فرق كانت مع بعضا من النوات أخذت لي في زندين أشتغل في أشتغلها في دوش و في أشتغلها في أشتغلها إنجليش وحسنت حالي كثير صغير أعجب صراحة أنا لم أكن أعرف بصراحة أنا لم أكن صدي غير أسبوع كيف أريد أن أتحدث عن دوش لتعامل نوسترفكاتسيون أنا ما كنت أعرف، ضليت يمكن شهر لحتى تعلمت هو النوستريفيكاتسيون ما بعرف شو هاي النوستريفيكاتسيون ومن وين بدي أدرس فكانت بصراحة كان مثل قدامي كأنه جبال القلب هيك وبيدي أتخطاها دخلت على الكامب طبعاً وحيد كله بيحكي ألماني هناك وطبعاً مو بس ألماني بيحكي ألماني دياليكت هي اللغة المحكية بالمنطقة الموجودة هناك مو هي اللغة الهوخ دويتش ماذا نحن نحكي هذا شيء بيعطي شعور جيد يعني الإنسان واحد عم يساعد الناس وحاولي يعطي من عنده شيء ما يكون عالي على المجتمع كنت مسؤول عن أربعة كامبات بيوت تقناع كان عدل أشخاص مسؤول عنه هون فول مئتين شخص تمام ساعت كثير وحاولت ترجم وحاولت أني ورجيهم للشباب كيف لازم يتعلموا اللغة المانية وشوف تفيد اللغة المانية بعدين توصلنا صلنا نعرف أنه واحد الإنسان وين بدأ يدرس أول شي كيف وين بيصير التعديل التعديل بيصير بجامعة فيينا بجامعة جراتس و بجامعة إنسبروك هنا تلت جامعات اللي ممكن واحد يعمل تعديل فأنا بالصدفة كنت بمدرسة عم نحضر ممكن حفل أو شيء مع بنتي فبنتي صديقتها أبوه طبيب بمشفى بأوبار بولندورف فأنا رحت لعنده وسلمت عليه قلت له إنه حواليك شغل هيك ما كنت بعرفه بعرف إنه بالاسم إنه هذا والد رفيقة بنتي تعرفت عليه وقلت له أم قال لي تعال بكرة بلش عندي سوريا أنا قدمت فحص الاختصاص عبارة عن عقد يعني بتحس الفاحص كأنه خصمك يعني جاي بس يرسبك تماما إذا بيحسن يعمل لك أتلي كمان أو يضرب كاف الفترة فييربونج خمسة ألف ومائتين بفيربونج من شهر أربعة ألفين سبطعش لشهر تسعة ألفين سبطعش اشتركوا في القناة